بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا آدم أبو البشرية هو أول مخلوق بشري وأول نبي على وجه الأرض سيدنا آدم عاش حوالي ألف سنة ومات بعد ما شاف على الأرض برضو حوالي 400 ألف من الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد الابن الثالث لسيدنا آدم كان اسمه شيث وده معناه هبة الله وده كان اسم من اختيار سيدنا آدم وأمنا حوى واعتبروا شيث هبة من ربنا سبحانه وتعالى وتعويض عن هبير اللي أتله أخوه قبيل شيث اتولد وعمر سيدنا آدم حوالي 100 سنة ولما كبر شوية سيدنا آدم أشراكه معاه في الدعوة لله وأساس الدعوة دي كانت الصحف اللي نزلت على سيدنا آدم بعد كده كانت فيه صحف نزلت على النبي شيث خاصة به وبرضو مضمونها الدعوة والتقرب لله بكل أعمال خير والبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى النبي شيث بيعتبر هو أصل البشرية بعد سيدنا آدم وده ليه؟ لأن زرية قبيل اللي أتى الأخوه هبيل انتهت كلها مع الطفان اللي حصل بعد كده في عهد سيدنا نوح عليه السلام النبي شيث كان عنده تلات أولاد خدوا الخلافة بعد موته يعني حكم وزعامة دنيوية وإقامة شرع الله في نفس الوقت الابن الثالث النبي شيث كان عنده ولد خد الخلافة بعد أبوه والابن ده برضو كان عنده ولد خد الخلافة بعده الابن الأخير ده هو كان سيدنا إدريس عليه السلام اتقال إن معنى إدريس جاي من الدراسة لأن سيدنا إدريس كان بيدرس كل الصحف اللي نزلت على النبي شيث وعلى سيدنا آدم وتقال إن سيدنا إدريس اتولاد في فلسطين أو في بابل اللي هي اللي في العراق يعني أو في مصر والله أعلم إنما تثبت فعلا إنه قضى أغلب عمره في مصر ربنا سبحانه وتعالى اختار سيدنا إدريس للنبوة في وقت كان الناس كترت بقى بشكل ملحوظ وانتشرت في أماكن كتيرة ومتبعدة وكترت كبان معهم كل الأعمال اللي تبعدهم عن أي طريق أخلاق صح وصحيح وكترت معهم كل أنواع المفاسد ونزلت على سيدنا إدريس صحف خاصة به وبقى هو النبي الثالث من زرية سيدنا آدم يتقال إن سيدنا إدريس عاش لمدة 800 سنة 800 سنة دعوة لعباد الله الواحد الأحد والعمل الصالح بكل صوره والزهد في الدنيا والصلاة والصيام والزكاة والطهارة وحرم كل أنواع الخمرة وأي مشروبات بتقدي للسكر وغياب العقل سيدنا إدريس كانت قاعدوا حوالي 72 لهجة ولغة مختلفة وربنا سبحانه وتعالى علموا كل اللغات دي علشان يوصل رسالته للكل وبكل وضوح سيدنا إدريس كان أول واحد يكتب بالألم وكان بيدون الصحف اللي بتنزل عليه من رب العزة وسيدنا إدريس أول واحد يفصل الملابس ويخياطها وكان أول واحد يلبس ملابس لونها أبيض لبس الناس اللي هي قابل كده كان كله عبارة عن جلود الحيوانات سيدنا إدريس كان أول واحد اللي في علم النجوم والفلك والحساب والطب واستخراج الحكمة وهو أول واحد قال عن الطفان اللي جي بعد كده في عهد سيدنا نوح عليه السلام سيدنا إدريس جي ذكره في القرآن الكريم مرتين مرة في سورة مريم ومرة في سورة الأنبياء وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قابل سيدنا إدريس في السماء الرابعة في رحلة الإسراء والمعراج وربنا سبحانه وتعالى كرم سيدنا إدريس بعد المعاناة دي كلها والعمر ده كله في الدعوة بأنه رفعوا للسماء وفي الجنة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته